كمان هنا هواند مبارح كنا حاسين من الأجواء الجمهرية والأداء أنه مطش رسمي مش مطش ودي احنا طبعا لابنا بتشكيل بيدوم محمد الشناو في حراسة المرمى قداموا اتنين في مركز قلبية الدفاع محمد عبد المنعم وعلي جبر على يمينهم محمد هاني وعلى شمالهم محمد حمدي في نص الملعب لابنا بتلاتة محمد النيني حمدي فاتحي واحمد سيد زيزو قدامهم مسلس هجومي مكون من محمود ريزجي محمد صلاح ومصطفى محمد يعني أول ربع ساعة المباراة كانت عصيبة وكانت حماسية شوية لكننا بعد أول عشرين دقيقة ظهرنا بشكل مميز وشكلنا خطورة طبعا على مرمى متخب الجزائر ونجحنا بشكل كبير في إقاف خطورة رياد محرز وسعيد بالرحمة يعني لغيط ما حصل تدخل قوي جدا من جانب محمد هاني يعني اللي كان عامل مطش مميز جدا وخلينا نتفق إنه كان طرد أو كارت أحمر مستحق حصل محمد هاني على كارت أحمر عشان يلعب متخب مصر من ديئة 28 لغيط نهاية المباراة بعشر لعبين عمل بعدها مستر فيتوريا تبديل بنزول عمر كمال عبد الواحد مكان أحمد سيد زيزو الحقيقة محسناش بأي تغيير بعد ملعبنا بعشر لعبين شخصية المتخب القوة الجدية بالعكس احنا ظهرنا بشكل مميز جدا خصوصا في وسط الملعب اللي سيطر عليه حمد فتحي ومحمد النني الأجواء الجماهرية نهواند اللي شفناها مبارح احنا دايما بنتلهف لأي مباراة في الإمارات وعايزة استغل يعني هذا الأمر ووجودك يعني أنا اللي دوف معايت النهاردة فأتكلم على يعني الشكل أو العلاقات اللي بتتمم مع دولة الإمارات ومجلس أبو ظابي ودور الشركة الشركة المتحدة الخدمات الرياضية شركة استادات المهندس سيف الوزيري المهندس محمد إيحيا الوزير أشرف أسلمان الشكل حلو قوي وإحنا دايما بنأكد على الأمر ده دور الرياضة والأمور اللي بتقوم بها شركة المتحدة الخدمات الرياضية بس القصة كلها أنت لما بتدي ملف لناس بروفاشنال النتيجة بتكون أكثر من رائعة وإحنا شفناها على الأرض ناس عارفة بتشتغل إزاي إحنا مش بطالعين بنشكر إحنا أول مرة على فكرة نتكلم في الموضوع ده تماما لكن الحق يقال لما بتلاقي حاجة حلوة لازم تتكلم عنها شغل طالع بمستوى احترافي كبير ناس عارفة بتشتغل إزاي خطة موضوعة أفضل شيء بيتم ما فيش حاجة اسمها غلطات أو مشاكل أصلا بتكون يعني مستمرة لا كل حاجة بيتم أو حلها خليني أقول بهذا الشكل طبعا يكون فيه كواليس وغيره بس المشهد أن أنت في الآخر مهما كان فيه مشاكل وكواليس وغيره أنت بتحاول أن أنت تظهر بالمشهد اللي يليق فده بيبقى شغل بيتقال عليه شغل احترافي فسعداء أن المشهد ده يحصل سعداء أن كمان المصريين وده العادي يعني احنا قلنا دايما أعدادنا الكبيرة ما شاء الله كمصريين في العالم لكن الجاليات المصرية في كل مكان في العالم موجودة يعني لو رحنا لعبنا في السويد هتلاقي فيه يعني جالية مصرية بعدد كبير يعني أي دولة هتلاقي مصريين كتير فده بيسعيدنا الواحد ما بيحسش أنه هو في غربة والله لما بيسافر حتى أي دولة أو حتى زيارة بتحس دايما المصريين موجودين بشكل كبير وما بالك بقى لو ننتخب بيلعب أو النادي الأهلي بيلعب أو غيره لازم بيكون فيه مصريين متواجدين فده شيء أكيد بيسعيدنا وبيطمن كان المشهد برضو حلو جدا استكملا بقى للفنيات اللي أنت قلتها أنا عايزة كمان أتكلم عن الشوت الثاني تحديدا الشوت الثاني تقريبا أول ربع ساعة احنا ظهرنا كمان بشكل كان أكثر فعالية خليني أقول على مرمى الجزائر ومن ضربة حرة كان سجلة طبعا نجم منتخبنا حمدي فتحي برضو شابوب صراحة يعني هدف مصر من أسست كان جميل علي جابر كان ممكن كمان بعدها نضيف هدف تاني احنا شفنا أكتر من هدف كان ممكن أن احنا يعني نحصل عليه أو نحرزه لكن كان تحديدا أنا هتكلم من فرصنا عمر مرموش كعندك مصطفى محمد برضو مش عايز أنسى قبل ما يسجل بقى سلام سليماني مهاجم الجزائر هدف التعادل في الديئة الرابعة من وقت البدل الضائع وده يمكن زعلنا شوية بس يعني ما فيش مشكلة يعني بالعكس ده يخليك برضو تبني أو تركز أكتر في المتشاط بقى إن شاء الله الرسمية لكن فكرة أنه هو ينتهي برضو بالتعادل الإيجابي أعتقد يعني مش حاجة سيئة جدا بالعكس لها مكاسبه هدف أكيد برضو لكل فريق أنه يبقى عنده مهمة طبعا أنه يظهر فيه اللي جايه فيه المباريات بقى الرسمية بشكل أفضل بكتير فأنا شايفة أن هي كانت مباراة فيه العموم مباراة كويسة جدا تلعنا برضو بكم النقاط اللي هي المهمة اللي احنا عايزين نركز عليها عرفنا برضو المشاكل أو بعض نقاط الضعف اللي عندنا اللي محتاجة تركيز عشان الفترة اللي جاية فلا يعني في المجمل أنا من الناس السعيدة وعلى فكرة أقول حاجة أكون صريحة بصراحة يعني وأنا حزينة أن أنا أقول كده بس أنا ما كنتش متوقع أن احنا حنلعب بهذا الشكل أو هيبقى الشكل الفني كويس كده أنا كنت من الناس اللي شوية مقلقة جدا كنت حاسة ممكن آه يعني نجيب نتيجة كويسة لكن الأداء هو اللي كان عندي فيه ألأ لكن بصراحة أنا من الناس اللي فيتوريا أو اللي أقول لعبة المنتخب بتوعنا طمينها أو فاجئها بصراحة يعني صحيح يعني كلام نهواند على مدار الفترة الماضية لنبا بنتكلم احنا بنتكلم علشان الصالح العين بنتكلم علشان القاطر المنتخب المصري علشان الصورة والشكل اللي احنا عايزين يشوف عليه منتخبنا المصري نهواند كده بتكلم على الثقة وشخصية المنتخب اعتقد احنا يعني الثقة ببادت ترجع تاني انت بتلعب بعشر لعبين أمون منتخب من يعني التصنيف الأول في القرى الافريقية ومنتخب الجزائر فأعتقد يعني المردود إحنا شايفين الإعناكاس وإحنا طالعين بنتكلم من صباح النصر راضيين عن الأداء منتظرين كتير جدا من المنتخب المصري حاجة ثانية أنا هوند اللي يقل البدنية العالية اللي عند لعبينا في التوقيت ده من العام ده أمر موشر جدا كمان الانسجام الكبير ما بين الاسكواد الأساسي المنتخب مصر أبرزه مش الناوي اللي بعتبر واحد من نجوم المباراتين سواء مبارات زنبيا أو مبارات المنتخب الجزائري محمد عبد المنعي محمد فتحي وتريزيجيه اللي يعني برضو تريزيجيه واحد من اللعبة المهمة جدا في المنتخب المصري على مدار اللقائين محمد صلاح مصطفى محمد الأمور دي بتبشر إن بكرة إن شاء الله أفضل في النهاية التعادل كان جير عادل مع منتخب الجزائر في وجود يعني رياب محرز سوفيان فيغولي سعيد داب الرحمة رمي بن سبعيني منتظرين إن شاء الله ضربة البداية في التصفيات المونديالي اللي أكون في شهر نوفمبر أمام جيبوتي ثم سيراليون نأس الأمم الأفريقية اللي إن شاء الله نتمنى المنتخب مصر يعود مرة تانية للوقوف على منصات التتويج إن ده هو ده المكان اللي يستحقه دايماً يا نهوند منتخب باصر